السيدات السادة الحضور أسعد اللهم مساءكم نلتقي بكم هذا المساء في ندوة بعنوان ممثل الدولة البهية في البحرين وكلاء أم عملاء طبعا هذه الندوة ضمن ملتقى التقدم الأسبوعي وهذه طابعها تاريخي كما يبدو من عنوانها وأي دراسة للتاريخ لا تقتصر على المعرفة فقط لكن دراسة التاريخ تهدف لاستخلاص العظات والعبر فالتاريخ هو سياسة الماضي وسياسة الماضي تاريخ المستقبل فعندما نتناول التاريخ للوقوف على أحوال الماضي من الأمم في سيرهم وأخلاقهم وسياساتهم هو للعبرة والفائدة وإذا اعتبرنا هذه فائدة التاريخ كان على المؤرخ من أجل تحقيق هذا الهدف تحر الحقيقة عند تدوينه للتاريخ أو عند نقله للأحداث بعيدا عن الخيال وبعيدا عن الميول أو الهوى أو الانحياص لأنه بالنتيجة سيحظى أو سيتعرف على أعمال الإنسان وبالتالي حقيقة هذا الإنسان دعونا نستمع لأحد أو لأحد الدارسين والباحثين في هذه الندوة وهو صديقنا الدكتور محمد حميل السلمان ولا بد من نبذة قصيرة وماشاء الله هي النبذة طويلة جدا لكن سوف نقوم باختصارها حسب ما نرى طبعا الصديق هو حائز على شهادة الدكتوراه عام 2005 في فلسفة التاريخ من The University of Hall في UK وألفين واثنين عند فصول دراسية في اللغة البرتغالية Lisbon University من البرتغال سنة ألفين وواحد شهادة في التدريب على البحوث أيضا نفس الجامعة ثمانية وتسعين ماجستير في التاريخ الحديث الفترة البرتغالية في الخليج من محهد البحوث العربية والدراسات جامعة الدول العربية 94 دبلوم عالي في التاريخ محهد البحوث العربية والدراسات جامعة الدول العربية طبعا انتقل في موقع أعماله أو مكان ما كان يعمل من مدرس في مدارس البحرين ولمدة 11 عام من سنة 75 إلى 98 ساهم في تأليف بعض المناهج كان اخصائيا للبرامج التعليمية أيضا مشرفا للشؤون الثقافية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة استاذ للتاريخ الحديث بجامعة البحرين محاضرا واستاذا مساعدا في كلية الآداب بالجامعات الخاصة الأهلية ودلمون للعلوم والتكنولوجيا عمل معدا للبرامج الثقافية والتربوية ومذيعا متعاونا بإذاعة تلفزيون البحرين طبعا عضو في جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي وأيضا جمعية التاريخ وآثار البحرين وعضو باتحاد المؤرخين العرب وعضو في عديد من أندية الوطنية والجمعيات الأهلية طبعا كتب بحوثا منشورة وأيضا كتب معلفات أخرى يصدر له قريبا قمر سنابس نقطتين أحمد بن خميس منصور لعريض ملك اللؤلؤ تأليف مشترك وكر الثعلب دراسة تاريخية في سيرة محارب من الخليج له أبحاث غير منشورة وكلا بريطانيا في البحرين بين أعوام 1816 إلى 1900 حكايات بحرينية من زمن البرتغاليين مملكة هرمز بين ساحلين دراسة جغرافية تاريخية في سواحل الخليج العربي زمن البرتغاليين هذه نبذة بسيطة حاولت تختصرها وإليكم الآن ينتقل مكروفوننا إلى باحثنا الدكتور محمد حميد السلمان فليتفضل شكرا ومساء الخير للحضور الكريم إن شاء الله يعني جلستنا الحبية هذه أنا ما أحب يعني نوع المحاضرات والفوقي والأستاذية إنما أقول جلستنا الحبية إن شاء الله يعني تنتج عبر النقاش شيء مفيد لي أولا ولكم يوم كنت صغير في سن كان الوالد الله يرحمه ياخدني السوق في بداية كل شهر حتى نشتري ماشلة البيت مثل ما يقولون كانت لأن سوبر ماركتات وكذا قليلة وغير متواجدة فنروح سوق المنامة ونروح عند القراشية مثل ما يقولون فأسمع أبوي يقول بنروح عند العميل عشان ناخد منه الأغراض فالتسقط هذه الكلمة في بالي العميل يعني هذا كلام مو طيب شون روح حق عميل وناخد منه أغراض حق البيت يعني وهكذا لما كبرت ودرس التاريخ صرت أضع أبعاد مختلفة لهذه الكلمة نحاول أيضا أن نكتشف جزء منها في هذه الليلة العلبة اللغز سأضعكم أمام بعض الأمور في البداية ثم سنجيب عليها في النهاية مجالنا الجغرافي لحديثنا التاريخي في هذه الأمسية هو بالذات الخليج العربي وبالذات البحرين لن نتكلم عن أماكن أخرى لأن الموضوع سيطول خلال سنتين تقريبا يعني من تقريبا من سنة 2014 وأنا أبحث في هذا الموضوع الذي أتمنى أن يصدر كتابا مستقبليا وهو دور الوكلاء والبذات الوكلاء المحليين الذين عينتهم بريطانيا في البحرين بالذات اكتشفت أشياء طيبة ولكن ما زال البحر مستمرا فأنا لا أقتنع بسهولة ومثل ما يقولون فضولي بريطانيا والبحرين في القرنين 19 و20 هذه السفن التي عبرت البحار وجاءت من عالي البحار كما سبقها البرتغاليين والسفن البرتغالية في الواقع لم تأتي لنشر السلام والمحبة فقط إنما كانت تقودها المصالح الذاتية والموضوعية في نفس الوقت فهذه السفن كانت في ذات الوقت مرعبة بقوتها العسكرية وأيضا كانت مفيدة فيما أحضرتهم من تجارة من عبر العالم إلينا على الرغم من أننا في الخليج أحنا كنا أصحاب التجارة في هذه المنطقة لكن في هذه القرون بالذات أصبحنا في الخلف بداية لا بد من القول بأن بريطانيا في الخليج بالذات اتبعت سياسة الحكم غير المباشر للعراق وإيران وبقية المشيخات أو المشيخات الخليجية وكان ذلك الحكم فعال بشكل خاص وتحت ظلاله تمكنت منظومة الهيمنة الاستعمارية البريطانية ولو أنني لا أحب كلمة الاستعمار في الخليج لأن بريطانيا لم تستعمر الخليج ولا البرتغال بقدر ما قامت بالسيطرة عليه واستغلاله على اعتبار أن الاستعمار في مفهومنا هو إزاحة الحاكم والإحلال محله ففي الهند موجود في السودان كان موجود لكن لدينا في الخليج ومثلة أخرى لم يكن موجود من استغلال موارد الطبيعي والمواد الخام في دول المنطقة بشكل سلس مع إقامة قواعد عسكرية للتمركز في نقاط استراتيجية من الخليج مثل البحرين والشارقة والعراق وغيرها في الجانب الإيراني طبعا الحكم المباشر أرخص مثل ما اليوم الآن نعرف الحروب بالوكالة كما نقول وأسهل لهذه القوة خصوصا أن الأمر يتطلب عدد أقل من المسؤولين البريطانيين ولكنه في نفس الوقت يتطلب عدد أكبر من العملاء والموالين ونعود إلى كلمة العميلة لما أقول العملاء خلوها في بالكم هذه الكلمة والمستفيدين من الوجود البريطاني في المنطقة وهذا ما لم تعجز بريطانيا عن إيجاده ضمن تلك المنظومة عنواننا الدولة البهية والدولة البهية القيصرية أيضا وليست الدولة البهية فقط يمكن الاعتقاد السائد بأن الدولة البهية بريطانيا أطلقت على نفسها لكن الجواب لا ليست بريطانيا هو المسمى الرسمي لبريطانيا العظمى عندما وصفت بهذا الوصف في القرنين 19 و20 حيث مستعمراتها التي لا تغيب عنها الشمس في تلك الفترة كان مندوبين هذه الدولة مندوب السامي كما يقال سواء كان في الهند أو فارس أو مصر أو من الشيخات الخليج والأردن وفلسطين وشيء في الجزيرة العربية والعراق وغيرها من أرجاء اليابسة وعرض البحار التي لا تغيب عنها الشمس بالنسبة إلى بريطانيا هذا المسمى العرب الذي أطلقوا عليه طبعا أطلقوا عليه تزلفا وليس وصفا للحال أول من أطلق عليه هذه التسمية هم حكام هذه المناطق الشارقة عجمان وملقيوين دبي رأس الخيمة وصارت عليه بقية المشيخات فيما بعد وكذلك عموم الناس يعني مو فقط الحكومات لا عموم الناس أيضا كتبوا هذا الوصف لقوه حلو في اللسان وفي الورق لما تقول للإنسان طلعتك البهية ودولتك البهية والأحشم والأفخم ومن هال المصطلحات التفخيم السابقة يعني سبقهم إلى ذلك حتى الحكام المسلمين لما كانوا يكتبون للبرتغالي البرتغالي حتى عربي ما يعرف ومع ذلك كانوا يقولون لشمس الشموس وكذا والقمر المنير وطبعا هو ما يدر بالسالفة هؤلاء المندوبون الساميون يصدرون تعليماتهم للحكام وشيوخ القبائل فإن نفذت التعليمات كما هي وإلا مقابلها يكون القصف والضرب والتأديب العسكري وبسبب الخوف من الصاحب الأحمر واعذروني لأننا لو أنت كان البعض يركع على الأرض أمامه ويدبج أي يعني يطرز ويزين هذه الرسائل بمثل هذه الألقاب والكلمات بهدف نيل رضاه السامي فهو سامي في كل شيء والله الحمد ندخل إلى البحرين أكثر هذا بالنسبة إلى المعنى من أين أتت كلمة الدولة البهية والقيصرية وطبعاً كانوا يضيفون لها الإنكليسية باعتبار حتى الجيم ذاك الوقت ما كانت تلفظ بل وحتى بدون الإتال المربوطة الإنكليسي يعني الدولة البهية القيصرية الإنكليسي كانوا يسمونه بهذا الشكل ظهر اهتمام بريطانيا والبحرين لأول مرة في عام 1613 عندما اقترح توماس ألدروث الوكيل الرئيسي لشركة الهند الشرقية في سورات بغرب الهند لأن مركزهم لأن البرتغاليين كانوا موجودين والبرتغاليين كانوا يقومون بلق على مضيق هرمز ممنوع أن يدخل حتى له قوة أوروبية لكن بعد سقوطهم سنة 1622 قدروا الإنكليز يعني يدخلون شوي شوي بتعاونهم مع الشاه عباس وهذه قصة أخرى فبدأوا من الهند يؤسسون عدة وكالات فقال لهم اش رأيكم لم نحاول أن ندخل خليج فناخد البحرين لكن كانت هناك يعني عدة معاوقات بالنسبة إلى البحرين رغم أن شهرتها باللؤلو وموقعها الاستراتيجي لكن واحد من المعاوقات واحد فقط مياهها الضحلة فما تنفع لرسو السفن ذات الغاطص الكبير وهذا البرتغاليين نفس الشي سبب هزيمة بعض السفن البرتغاليين أن كان السفنهم ضخمة لا تصل إلى الساحل فيوقفون فيها عرض البحر يرسلون جنودهم في سفن صغيرة ينتظرون ويرجعون فهذه معاوقات تعتبر في القانون التاسع عشر جاءت عدة معاهدات متتابعة لتحدد العلاقة بين بريطانيا والبحرين وهنا برزت أهمية وجود ممثل أو وكيل لأن الرسائل لا تصل بسرعة المندوبين لا يستطيعون أن يذهبوا ويأتوا على براحتهم فقالوا إذن لنضع شخص نتصل به ويتعامل معنا ويكون وكيلنا أو ممثلنا في هذه الجزر وبالذات في النواحي التجارية السؤال من هو الوكيل في البداية هو لم يكن بهذه التسمية إنما كان ممثل أو خلينا نقول مخبر مو مخبر يعني يروح يتجسس لا أنه يكتب أخبار أو بمثل ما يقولون الوكيل الإخباري يسمونه بس ضمنه طبعا لما ينقل أخبار الناس لا تقبل عنها أو لا تدري عنها يعتبر مخبر يعني يعلمهم بشيء الناس لا يعلمون به أو لا يريدون لفصاح عنه فبدأ السلطات البريطانية في الخليج بتتشين نظام الممثلين أو الوكلاء لها منذ 1816 شاهدوا بشكل مبكر بالذات في البحرين وتغير المسمى مع مطلع القرن العشرين إلى المعتمد والمعتمدون يعني من جاكس جاسكن وبعدين عقبة فرانسيس وبعدين ديكسون وبعدين ديلي هذه الإنجليز لكننا سنستعرض هنا الممثلين أو الوكلاء العرب والمسلمين من الخليج فقط هذه الباقيين بريطانيين ولهذا السبب أنا لا نتكلم عن البريطانيين إنما سأقف إلى 1900 أريد أن أرى هذه العرب والمسلمين ما تعاونت بريطانيا معهم وهم تعاونوا مع بريطانيا وهل فعلا يعني صح أن نتهمهم أنهم عملاء أو كانوا وكلاء فقط كان هؤلاء الوكلاء يتبعون أساسا سلطة المقيم البريطاني في القليج اللي هو في بوشهر political residence وهذا المقر طبعا اختارته شركتين الشرقية الإنجليزية قبل أن تختاروه بريطانيا وظل كما هو عندما سقطت الشركة وأخذتها بريطانيا كان المقيمين يجمعون بين يديهم السلطات الإدارية والتنفيذية وكل النفوذ رغم اختلاف ألقابهم العسكرية بما معنى أنه رائد أو نقيب أو بهذا الشكل لكن بأي حال من الأحوال يمثلون مصالح البريطانية بمختلف جوانبها وأهدافها لاحظوا هذا الفرق أن كل مقيم وفيما بعد معتمد دائما عند العلم البريطاني والتاج البريطاني يخدمه حتى آخر نفس فيه ما يخدم مصالح أي واحد آخر وحتى مصلحته أحيانا لا يضعها في المرتبة الأولى إنما مصلحة دولته يضعها في المرتبة الأولى وهذا سبب نجاحهم في هذا الموضوع ولهذا السبب هم لا يختارون مقيم أو معتمد حيالله يعرف فلان ويعرف علان ولد فلان ولد علان لا لا بد أن يكون دارس وفاهم وعنده لغات وهي تشفتوا بالغريف لأن دارس وفاهم وعنده لغات ويعرف أكثر من اللغات وباحث ومثقف وبعضهم رحالة مثل بيلي لويس بيلي رحالة أساسا يعني يستغربون شوين يقطع ثمانمائة ميل على حصان ينتقل من منطقة لمنطقة هو يتحدى يقول لهم أنا بروح من طهران إلى نيودلهي على حصان وفا تشوفون يعقب كم يوم هناك فيختارون الناس لهم أهمية ويحبون بريطانيا بقي هؤلاء الوكلاء المحليين أقصد حتى عام 1900 ينتخبون من الوجهاء والتجار الخليجيين ويعتمدون من قبل حكومة الهند البريطانية يعني لازم يجيب لي يجيب لي الختم النهائي من هناك يختار المقيم لكن ربما حكومة الهند البريطانية أو نائب الملك في الهند لا يختاره لا يوافق عليه الوكلاء هؤلاء سواء كان ممثل أو وكيل أو إخباري ما يكون فقير ساكن الفقارة ما لهم مكان فيه الموضوع لأن الفقير مو عن ما عنده فلوس غير معروف كوجه غير معروف وبالتالي أيضا الناس ما تعطي وجه شوف هاي مشكلة الفقير يعني حتى الناس ما تعطي وجه فما تعطي خبر مهم تسرب ليه خبر احنت تشوف اليوم الصحفي الكبير اللي يستطيع أن يقتنص الأخبار الصحفي الصغير ما حد يعطي وجه عند الأبواب وهكذا فهؤلاء في الأساس تجار ولهذا السبب في واحد منهم أعتقد كاشوال واحد من الوكلاء كان عنده اسطول من البغلة بغلات السفن يتاج ربه وهو وكيل ما فيها شي يعني فلأن تاجر هما يبغون ولأن يعرف لغات وعنده علاقات جيدة يتبع هؤلاء الوكلاء المحليين مقيم السياسة البريطانية في بوشهر وهذا طبعا بدوره يتلقى سياسة وتعليماتها من حكومة الهند البريطانية ومقرها في بومباي وتلك الحكومة تديرها كذلك بشكل غير مباشر للحكومة البريطانية في لندن بدأ بتعيين الوكلاء كما قلنا من 1816 للمراقبة المحلية ونقل التقارير السرية والعنية شوفوا عملهم يعني يراقب ينقل التقارير السرية والعلنية يدير شؤون الحماية البريطانية في المحميات هذه اللي هي من ضمنها البحرين هذا كل يعتبر بداية النفوذ السياسي البريطاني الحقيقي في الشؤون الداخلية والخارجية قبل ذلك لم يكن كانت العلاقة غير مباشرة الآن تريدها بريطانيا أن تكون مباشرة ولكن ليس عن طريقها عن طريق وكيل أيضا هي غير مباشرة لكن تريد لها عيون تبثها تنقل يوميات مو تنقل شهريات أو سنويات يوميات ماذا يحدث في المنطقة أصبح المقيم السياسي لحكومة الهند الإنجليزية في الخليد طبعا هو مثل ما قلنا حل محل شركة الهند الشرقية الإنجليزية اللي هي EIC اللي هي S&D Company اللي انتهت عمليا كشركة ولها امتياز انتهت عمليا سنة 1858 فتقريبا أممتها الحكومة البريطانية فصارت حكومة البريطانية هي المسؤولة عن الخليج مباشرة عقب هذا التاريخ فيما قبل ذلك كانت الشركة هي مسؤولة بالتعاون مع الحكومة البريطانية يعني حتى الشركة نفسها كانت هي المتسيدة أذكر حادثة على هذا الموضوع أن لما أراد الشركة أن تتعاون مع شاه عباس سنة 1622 كان ذلك الوقت كونكس رئيسها أن تتعاون مع شاه عباس في طرد البرتغالي من الخليج احتاروا ماذا يقولون لشارلز العاشر في بريطانيا كونه يتعاونون مع مسلم لطرد مسيحي هذه مشكلة كانت عندهم شركة وفي النهاية هي شركة مفروض لا تتدخل في علاقة الدول بهذا الشكل فاحتاروا اجتمعوا تقريبا شهر يتناقشون في سورات ندخل أو ما ندخل في هذه العلاقة مع شاه عباس في النهاية تغلبت المصلحة التجارية على المصلحة السياسية والدينية وكل هالأمور تركوها على جانب قالوا مصلحتنا الكبرى إشاء عباس قلت لهم طعم لا يمكن ما يأكلونه قال لهم إذا ساعدتوني واخدنا الخليج وطردنا البرتغاليين أولا سأعطيكم ممر حيوي دولي وأيضا سأترككم تحتكرون تجارة الحرير الفارسي وهي كانت غالية جدا مثلها مثل اللؤلؤ يعني أنتوا من أقول لعدكم الموضوع هذا في يدكم فأسال لعابهم لهذا الوضع فبعد شهر نقاش قبلوا الجماعة قالوا طيب شنقول حق شارز العاشر قمان نساعد الشعباس ونسقط البرتغاليين قال لهم لكل حادث حديث بعد أن نجحوا في إسقاط البرتغاليين بمساعدة شعباس واخذوا هرمز وعطاهم شعباس امتيازات أرسلوا رسالة ومعها عشرة آلاف فاوند إنجليزي هدية للملك فقال الملك ليكن البرتغاليين يستاهلون المهم بهذا الشكل أحيانا تدار الأمور فهذه الشركة كانت تقوم بهذا العمل الآن أصبحت بريطانيا هي المسؤولة الوكيل اتبعت المقيمية البريطانية في الخليج منذ اعتماد نظام الوكلاء 16 سياسة غير مستقرة في تعيين هؤلاء فبالذات في البحرين من 1816 إلى 1834 كانت تعتمد على البونيون مثل ما نقول وبالذات الهندو ومن كجرات حتى بالذات يعني من هذه المناطق ولهذا السبب سيستغرب ليش البونيون أو ليش الهندو أساسا للانتجار هم الذين قاموا بالتجارة في الخليج هم الذين أوجدوا طرق التجارة والبضايع والمسائل هذه كلها ولهذا السبب حتى فيما بعد في عهد عبدالله بن أحمد الخليفة كان محتاج على وكذلك عيسى بن علي فيما بعد ليش البونيون مسيطرين عن الجمارك وكذا وكل شيء في يدهم حتى لدرجة أن كانوا ابتدعوا قضية شنو أن يشترون التجارة لمنطقة يعني تأمين مثل ما نقول يعني الجمارك يأخذونها تحت حمايتهم وتصرفهم لمدة 20-30 سنة ويدفع لك مقابلة مقدم هذا يغري الدولة يقول لك أنا سأعطيك مثلا 100 ألف ربية مقابل أن أحتكر هذا المواقع لي إيش ما يعطيني يعطيني لمدة 30-40 سنة هؤلاء البنيان لهذا السبب كانوا مهمي في هذا الموضوع لكن من 34 إلى 900 غيرت سلطات البريطانية سياستها وبدأت تعين أشخاص خليجيين أو بحرينيين في هذا المنصب ممن يحسنون التعامل معها وتحسن التعامل معهم وعندهم وجاه وأسماء مثل أمامكم ميرزا محمد علي الصفر الحاج القاسم يسمونه جاسم بس هو يسمونه أبو القاسم بن عباس والحاج إبراهيم بن محسن بن رجب الحاج عبد النبي الصفر الحاج محمد أمين بوشهري آغا محمد رحيم الصفر وهذا رح نقف عنده ورح نقف عند ثلاث أمثلة لأن الوقت لا يسع أن نناقش كل هؤلاء رح ناخد فقط تسلسل تاريخي أول وكيل البريطانيا في البحرين هندوسي هو سادة وكان شقيق الوكيل في مصط لأن أخوه ناقف توسط له فبريطانيا قبلت أن تخليه في البحرين ارتكب خطأ بسيط فشالوه سنة 19 الخطأ مو هو أخباري مو ينقل أخبار مو ينقل يتجسس مثلا فقال لهم عن سفينة داهو كانت من نوع داهو فقال لهم هذه سفينة قراصنة فهجموا عليها يا انجليز يوم هجموا عليها طلع خطأ لا هي قراصنة ولا شيء فراح في داهية فشالو قال لي أخطأت خطأ فادح سويت لنا مشكلة ويالشيوخ ويالكذا يعني أخباريتك كانت فاسدة فالمفروض يودي أخبارية طيبة فشوفوا يعني مو كل واحد حتى لو كان يعني صديقهم في الواقع غير معروف من هو الوكيل فيها على فكرة من 34 من 1816 إلى 1900 معظم هؤلاء الوكلاء على فكرة أسماؤهم مو واضحة تماما سنواتهم مو واضحة تماما راح نقول هذا الكلام فيما بعد ليش هذا صار الثاني تومبسون أو تومبسون أو تومبسون أيضا لا نعرف بالضبط الحروف المضبوطة 1820 1828 الثالث كان فاضي فالمقيم اللي في بوشهر أخذ دور هؤلاء يعني ما كان عندها أحد فكان يعين بعض الكتاب المترجمين والكاتب عندهم في بريطانيا في ذاك الوقت يسمونه منشي أو منشي الكتابة يعني هو أيضا كاتب فمنشي اسمه حتى بالعربي بالانجليز يكتبونه منشي ما يكتبون شيء آخر ولا بد أن يكون يعرف الترجمة أيضا مو بس يكتب أيضا يعرف ترجمة مو سهولة يعني إلى 26 هذا الوضع الرابع هو السود هذا في الواقع دور كبير جدا ما في وقت استعرض دوره في البحرين لأنه كان موجود في فترة حرجة خصوصا لما صار الصراع بين رحمة بن جابر الجلاهمة والبقية الأفراد الشيوخ وهكذا فكان في هذه الفترة حقا ما انتهى صار الوضع محرج يعني وأيضا في عهد وجود عبدالله بن أحمد وأولاده والصراع اللي صار عموما أيضا لدينا لبس هنا هل هو السو هذا هل هو عزيز لأن في يعني هاي جيمس أونلي اللي كتب في جزئية عن هذا الموضوع في كتابه يقول أنه هو اللي استمر إلى 29 لكن احنا عدنا اسم آخر من مصدر آخر يقولون أنه عزيز وبين السو عزيز ما في فرق كبير فربما وقع خطأ في القراءة أو في السامع مثل ما نقولون لأنهم كلهم في نفس الفترة 29 وما عدنا للأسف إثبات كبير على هذا الموضوع السادس هو حتى يشوفوا الاسم بامان أو باران لا نعلم أيهما أفضل ففي ناس يقولون لا بامان وفي ناس يقولون لا باران أيضا في نفس الفترة فهل كانوا كلهم أخذوا شهور أو أن تداخل في الأسماء السابع هو جاندة أيضا في نفس الفترة ترى في بعضهم فعلا كانوا يظلوا شهور على مثل على ذلك آخر واحد من العرب اللي هو ولد فريق المخارقة بن فضل ضل شهور آخر واحد ضل شهور أيضا أيضا هنا غير معروف الثامن التاسع هو كوشال وهذا شقيق جاندة اللي فوق يعني مثل ما قلنا لا بد أن يعني الثاني الأول يحضر الثاني الآن نأتي إلى المسلمين والعرب هذا يبدأ من العاشر حاج ميرزا محمد علي الصفر بدأ من 15 أبريل 34 واستمر إلى 42 المنصب بقي شاغر حتى تم تعيين حاج جاسم أو أبو القاسم بن عباس مثل ما قلنا لفترتين هذا أطول بقي في الخليج والبحرين طوال فترة وجود الوكلاء يعني من 1816 إلى 1971 هذا أطول واحد قعد عشرين سنة على صدور الناس يعني على الأخبار عشرين سنة لأن ربما ما فيه أحد غيره لأن الأوضاع كانت قلقة فعلا في هالفترة ما أنا بندخل فيه كثير من المشاكل في الخليج صارت وبدأت في البحرين كثير من الصراعات الإقليمية والمطائر الأطماع كلها في هالفترة تمت إلى غاية 1869 يلا هدأت بعد 1969 يلا هدأت البحرين في هالفترة هي مثل ما نقول نحن بالعامي بنش الصراع فلهذا السبب يكون بريطانيا لانشغالها بالصراعات ما قدرت كالساعة تغير وكيل لأن هذا عرف مثل ما نقول أيضا بالعامية الدبة وغطاها أو الدبة ولوباها الثاني عشر حج إبراهيم بن محسن بن رجب و62 إلى 64 ومسكين بعد كان حظة موزين مفترضة طول أكثر بس أيضا جاء فيه وقت مثل اليوم نقص في الميزانيات وتقشف فبالتالي نقصت الفلوس وصار فيه تهديد لوضعه بقي المنصب شاغر من 64 إلى 72 72 عين حاج عبد النبي خان صفر من نفس العائلة كلهم هاي عائلة صفر يعني تولت سواء كان آب أو آخة وابن أخت أو عم تولوا الموضوع مو بس فقط هنا حتى في مخا في اليمن تولوا في لنقا في ساحل فارسي أيضا تولوا يعني مو فقط في البحرين هاي العائلة عندما توفي 84 جي أبي شخص آخر أيضا من عائلة الصفر حاج أحمد عدنا لبس في الاسم هل هو أحمد أو ميرزة خان أو الميرزة لأنه لقب حتى الميرزة أو الميرزة خان صفر عدنا لبس في هذا الموضوع 1891 طلع بيروح يتعالج في إيران وما رجع توفى فخلوا بدالة حاج أحمد محمد أمين بوشهري وكان وكيل لنقا على الساحل الشرقي الخليج مدة طويلة طبعا 77 800 إلى 1902 فجابوا بشكل مؤقت أن يأخذ المحلين يأخذ وظيفتين وهذا يصير عندهم حتى أبو القاسم كان يأخذ أكثر من وظيفة 16 أغا محمد رحيم صفر اللطيف في هذا الوكيل أنه يحمل ثلاث علاقات أسرية بوكلاء سابقين ولاحقين هو حفيد ميرزة محمد صفر وكيل البحرين 34-48 هو ولد عبدالنبي صفر وكيل البحرين 72-84 وابن عم أحمد صفر وكيل البحرين 84-91 طبعا توفي في 1900 الآن نأتي إلى ولد فريقكم طبعا نتخلم عن وسط الملامل حج عباس بن فضل كان الكاتب أو السكرتيري الأول للوكيل محمد رحيم صفر منشي ما له وتم تعينه كمسؤول عن الوكالة بداية يناير 1900 وعمره كان حوالي خمسين سنة ويعتقد للأسف ما في وثيقة تثبت يعتقد أنه مؤسس مأتم الحاج عباس بس ما في وثيقة تثبت غير كلام العائلة وللأسف أيضا الوثائق البريطانية ما تبين هذا الشيء ووكلاءنا بشكل عام كل هؤلاء الوكالات اللي أذكرهم هنا لم يحتفظوا بأوراق مهمة قليل ما تمه بأيديهم بعكس لما ننتقل إلى الإنجليز لاحظ ديليش كثيرك في مكتوب عنه وأيضا المستشار بلغريف وأيضا ديكسون وأيضا أيضا ما شاء الله وكيل بالوكالة أيضا من فبراير يعني في يناير هو مسؤول عن الوكالة صار لأنه يعني مرة واحدة في الواقع صارت فاضية فخلوه شهر واحد وكيل عن الوكالة من فبراير حتى نوفمبر في نفس السنة ما أقول لكم بعضهم أشهر يعني عندما تم تعيين جاسكن كأول معتمد إنجليزي أو غاسكن كأول معتمد إنجليزي في البحرين وبقي بنفضل مساعدا له حتى يوني 1901 كان يعتقدنا 1900 لا أنا حصلت على الوثائق ورسائل اللي هي من الوكيل الأخباري في الكويت هذا صاحبهم الثاني هناك بعد المخبر الثاني اسماعلي غلوم رضا وكان من 1899 إلى 1904 في الكويت في عادي الشيخ مبارك الصباح أرسلها في يونيو 1901 حول بعض الشيون المحلية وبعدين طبعا الوظيفة هذه انتهت كما يبدو قررت إدارة مستعمرات بريطانية في الهند أو حكومة الهند بريطانية خصوصا لما بعد جاء كيرزون اللورد كيرزون هنا قال خلاص راح نثبت الإنجليز أفضل لأن ثقة وعسكريين ويقدرون يحلون كثير من المشاكل حتى له بالضربة المسلحة نتيجة لتطور الأوضاع الدولية والإقليمية والأطماع الدولية صارت أكثر حدة في الخليج فقالوا خلاص نعطيه واحد عسكري إنجليزي عباس بن فضل بس نشير إليه كرم بشكل خاص في عام 1906 على جميع خدمات أهل بريطانية في الخليج بناء على الرسالة وميدالية هي عنوانها هذا التكريم الآن سنكشف عنها فيما بعد هذه الرسالة اللي أقول لكم تثبت هذه الوثيقة تثبت جاية من إلى جناب هذه ما ترجمتها أو كتبتها ووضحتها إلى جناب الأكرم الأحشم الشيم الحاج عباس بن محمد بن فضل المحترم بخصوص الأخبار التي طلبتم استكمالها وهي لم تزل قاصرة آسف سوف نفيدكم عنها إن شاء الله طبعا طويل الموضوع هذا كله هذا الدليل على أن بن فضل كان موجود إلى هذه الفترة إلى يونيو 1901 يعمل في الوكالة رغم وجود الأجنبي أو الإنجليزي لكن لحد الآن لم يتفهم الوضع لم يستطع أن يتصل بكل الوجهاء والوضع السياسي التام في البلد فكان بن فضل هو مساعدة وذراعة الأيمن الوكالاء يديرون عملهم الإخباري أساسا والمساعدة دور المقيف في بوشهر من مبنى خاص بهم يمكن إحنا سمعتوا هذا حتى بيت الدولة ومثل ما كانوا يقولون قبل يعني البيوت هي عبارة عن أماكن إدارة فعدنا بيت سادة حتى لو هندوسي بعد سمونا مو بيت الدولة هذا يسمى باسمه وبيت أسو بيت صفر بيت رجب بيت بن فضل وطبعا هذا البيت هو مهم في البحرين فلابد أن تحميه الرايل بريطانية أو البنديرة خلاص إذا رفعها لا يستطيع أحد أن يقترب من هذا البيت لا يعتدي عليه لا ينتقص منه ومن يلجأ إلى هذا البيت يكون في أمن وأمان حتى تنظر قضيته نفس الكلام بعدين وهي المعتمدية نفس الشيء من يلجأ إلى المعتمدية لا يعتد عليه وكان أحمد بن خميس أحد الذين لجأوا إلى المعتمدية في عهد ديكسون عندما حدث له حادث من خلال الوكلاء والمعتمدين والمقيمين الإنجليز في الخليج ومنها البحرين بشكل أساسي طبعا كانت السلطات البريطانية تجمع المعلومات وتسجل كل الأحداث بشكل شبه يومي يمكن هذا الشيء صار أكثر في القرن العشرين حتى صارت بعض الأحداث مملة لكن موجودة هنا يعني بعض الرسائل يكررون فيها الكلام ستين ألف مرة حتى يتأكدون حتى يكون القرار واضح وهم لا يتخذون قرارات فردية المقيم يشاور نائب الملك في الهند ونائب الملك في الهند يشاور بريطانيا لا يتخذون قرارات فردية يقترحون يعني لويس بيلي وغيرة وكذا وديكسون اقتراحوا اقتراحات إذا قبلت بها الحكومة البريطانية في الهند نعم إذا لم تقبل بها ما يستطيعون أن ينفدونها بأنفسهم هم لا يعملون لذاتهم وهذا الضباط يلخصون بعض لهذا ولهذا السبب دائما ما نرى أن حتى الآن اللي يدخل على مكتبة قطر الرقمية يلاقي الرسالة بالإنجليزي ومقابلها بالعربي هذا المنشي أو السكرتير أو المترجم اللي يصير وكيل هو اللي يقوم بهذه الترجمة ولهذا السبب حتى بعض الترجمات يعني كلامهم مضحكة مثل ما نقول قبل من جانبكم ومن خاطركم وتسكن الكده وترفع الراية من هذه المسائل كلها طبعا فيها بعد أخطاء هذا كله يعود إلى حكومة بومباي في النهاية رح نأخذ أمثلة سريعة الوقت ضيق لويس بيلي قلنا هو اللي يعني بدأ شوي يهتم بالعرب يقول خلنا نلجأ إلى الوكلاء المحليين أفضل دليلين يستطيعون أن يصلون إلى الناس مو فقط وجها لا قلبا وقالبا لأنهم منهم وجهاء والناس طيعهم ومن عائلات معروفة يعني ما اختاروا الناس عاديين شوفوا صفر رجب كذا ما اختاروا ابو شهري غيره بن فضل كان يعتبر من ذاك الوقت من عائلة معروفة كبيرة جدا طبعا في له شجرة طويلة بن فضل بس يعني ما بنلجأ لها كثير فعطاهم هذا الموضوع كله وقال لهم أن نحن نريد أن نضع يعني حتى رواتب معينة فقال لهم أنا راح أعطيهم تسعمائة وستين ربية هذا اللي قال بيليه على أساس أنه أشجعهم طبعا تسعمائة وستين ربية في السنة مو في اليوم ولا في الشهر في السنة ذاك الوقت طبعا يعتبر شيء كبير على فكرة هم كانوا يحيانا يأخذون هذين الوكلاء الصغار يمكن ثمانين أو مائة ربية في الشهر مواجد يعني بس المكان اللي حصلها الهيلمان اللي حصله كاسم كوكيل يتفتح لكل الآفاق التجارية وهذا طبعا غير الهدايا والعيش والكذا والغيرة والكيك وإذا كان فيه كيك قبل يعني عصيدة يجيبونها ليه واللي يتمس حبه واللي يقلسه واللي واسطه يعني فما شاء الله يعرف بشكل كبير جدا فلهذا السبب قبلوا بها تولى الحاج إبراهيم بن رجب المنصب لفترة قصيرة نحو عامين مثل ما قلنا صارت له ظروف تقليل النفقات العسكرية وتفكيك الأسطول البريطاني في الخليج وسحبه مع جنود البحرية إلى الهند ووضع برنامج لزيارة البحرية البريطانية البحرين في العام مرة واحدة بس أما قيادة أسطول الخليج فبقيت في الترسانة البحرية في بومبي تحت الطلب إذا تمت الحاجة إليها في الخليج في الحالات الطارية فصار حضة شديد يعني ما نفعل بعد حاج إبراهيم فترك المنصب وعاد فجأة إلى بومبي سنة 1869 لماذا فجأة عاد لماذا لا يستطيع عاد لماذا نقول فجأة لأن البحرين كانت فيها مشاكل كان في صراع داخلي عنيف قتل مقاتل دم نسيح فهو خاف في هذا الوضع ونصحته بريطانيا لأنه يعتبر بريطانيا عن ذلك الوقت وما حمي من قبلها فقالت له تروح الهند هناك نحميك أفضل هنا لا نقدر لأننا ما عدنا قوات على الأرض بريطانيا على ذلك الوقت على الفكرة ما عدها قاعدة عسكرية في الأرض في البحر كانت تدخل وهي قلت لكم الآن سحبوا وصلوا للأسطول ويدخلوا مرة واحدة في السنة فقالوا له تعال الهند وبتكون تحت اختيار يعني رعايتنا وعيوننا وهناك قضى بقية عمره حتى يقولون هناك دوار سموه باسمه بعد هناك بعدين دوروا عنا من الأخبار اللي كان يرسلها أعطيكم مثل يعني شنو هو وكيل إخباري من الأخبار اللي كان يرسلها الوكلاء هاي مثلا إبراهيم بالرجب هاي وثيقة مكتوبة بالانجليزي أيضا أكو إبراهيم بالرجب فوق مكتوبة وتاريخها سبعة عشر وبروري الف وثمانمائة واثنين وسبعين واحد يقول طيب هو مقن موجود هنا في البحرين هو كتبها حتى لو مكان موجود في البحرين هاي من ضمن الأخبار اللي أرسلها إلى البريطانيين حتى لو هو كان بره للمنصب كتبها وخلاها هي لأن ليست يعني واحد يقول شي تسفيد منها بعدين هي ليست أخبار آنية هي عن تاريخ البحرين فبالتالي هما ما يحتاجون هنا في نفس اليوم إنما يريدون إلمام بهذا كذلك أبو القاسم كتب لكن كتابة شوف الفرق بليه كان محقها كتابة إبراهيم بن رجب أفضل في شرح تاريخ البحرين وتسلسلها من أبو القاسم أبو القاسم عنده نفس الشيء يمكنني بعضكم شافة عن تاريخ البحرين واليعاربة وكلها غلط في السنوات وفي الأسماء وطبعا يقول يعني سلطان يعربي قام بكذا فيعني خربط شوي هذه بعض المهمات يكتبون وصلتنا إن منهم بعض الأخبار وضريف كان هذا يعني لو أحد يدخل يقرأ هذا أبو القاسم أيضا عنده تقرير بهذا الشكل كتابه بخصوص مقاطعة قطر لاحظوا هو يعني لكل الخليج وليس فقط للبحرين فهو أيضا يعطيهم معلومات لأنه مثل ما قلت لكم هو كان 20 سنة مسؤول عن أكثر من المنطقة فأيضا عنده تقرير كتبه بالتفصيل عن هذه المنطقة البريطانيين كانوا حريصين يعرفون تاريخ كل منطقة وتاريخ القبائل ولهذا السبب تجدونهم أن رحالتهم كثير ما يكتبون على القبائل أصلا معلوماتنا على القبائل العربية استمديناها أساسا من الرحالة الأجانب هذا كتاب البدو أبو ثلاثة أربع أجزاء يعني من الرحالة الأجانب فيستفيدون البريطانيين في معرفة العلاقات القبلية من أقوى من أضعف يرسمون السياسة على هالأساس نستميل من نقف مع من ضد من هذا يطالب بإرث هذا يطالب بوراثة هذا يطالب بحكم هذا يطالب بمقاطعة فاهمين الوضع كله يعني لما يأتي يتكلموا عن الحاكم عنده خلفية كاملة تأتيه من هذه الأخبار فالوكيل مهم في هذا الموضوع إذن هؤلاء الأشخاص سؤال مهم ليش اختاروهم من الخليج ومن الحضر من المتحضرين وليس من البدو يعني ليش ما اخذوهم من وسط شبل الجزيرة العربية من وسط بدو إيران من وسط بدو العراق ليش من الخليج من الحوض بس من مناطق الحوض هم أسبابهم تقول أن أمية البدو الظاهرة والباطنة وعدم استيعاب الإدارة الحديثة ومحاربتهم التعليم لا أساس البدوية ما يحب التعليم كثير فيقول له أنا أبغي واحد متعلم ويترجم فالبدوية ما ينفعل عدم ثقة الإنجليز بهذه الطابقة في المجالات السياسية والإدارية لأنها تصفهم الإنجليز يقولون أنهم فوضويين وشدابين وما يحترمون المواثيق والعهود المدونة فغلهم ما نبغيهم كثرت الصراعات القبلية فيما بينهم وسفك الدم معادة الأخذ بالثأر ربما تؤذيني لأن إذا أحد غلط عليه في المقيمية ولا في الوكالة كذا يروح ينتقم منه تصير مساءل يعني لا تحمد عقباها تعيق العمل إن تعيين وكيلة ومندوب عن المقيم السياسي في بوشهر ومنجنسية محلية خليجية وبشكل سري هذا بريطانيا تقول أمر مطلوب تماما في تلك المرحلة لمتابعة أخبار الخليج والبحرين والمشيخات كلها وتحرقات كل الحكام والمشايخ طبعا كانت التقارير هذه تعتبر سرية نحن اليوم نقرأها لأنه خلاص كشف عن هذا ذاك الوقت لا يعلم بها إلا المقيم والذي ردها إليه عموما رغم ما اللي قلت الآن ورغم ما موجود عن هؤلاء الوكلاء أو أي شئتم بوصفهم إلا أن المعلومات نادرة عنهم بمعنى أنه عن حياتهم الشخصية نادرة مقابل الأجانب الإنجليز يعني في تفاصيل كثيرة السبب في هذا أن الأرشيف البريطاني لن يجمع تقاريرهم كاملة أو حتى المسؤولية البريطانية أو المقيمة البريطانية لم تكن تعتمد اعتماد كل وتام على تقاريرهم لأنه في النهاية القرار لها بعكس المقيمين أو المعتمدين البريطانيين ذوي الجنسية البريطانية كانت تعتمد على كلامهم وتعتبر قراراتهم صائبة وحكيمة هؤلاء يأتون بأخبار لكن ربما تصدق ربما لا تصدق ربما يأخذ بها ربما لا يأخذ بها ربما يعاقبون على بعض أخبار هذا الأرشيف هذا الأرشيف البريطاني لم يثبت إلا من 1899 إلى غاية 51 بكل التقارير الموجودة الآن تفتح أي معتمد بريطاني في البحرين في الأرشيف البريطاني في المكتبة البريطانية تجد تفاصيل كاملة عن ملفه بشكل كامل هذه الأرشيفات موجودة في سجلات مكتب الهند وهي تتألف من 2022 ملف ومدرجة تحت هذا العنوان لمن يريد الاستزادة منها هذه أيضا بحرين تجدون فيها كثير عن هؤلاء لكنه قليل كثير عن هؤلاء لكنه قليل كثير بحسب الندرة الشح هنا نجد شيء يعني يروي جزء من ضمأنه يعني مو صفر فيها لما تقرأ السبع أجزاء وكذا رح تجد في شيء عن رحيم صفار عن بوشهري عن كذا لكن ليس بقدر التفاصيل الموجودة عن الإنجليز بعد سنة 1900 في النهاية كانوا في بيوتهم بيت فلان وبيت علان لا في النهاية بريطانيا عشان خاطر عيون الحمران لهم الإنجليز أساسا قالوا لا نبني لهم مبنى ما يصير قاعد في بيت أو في مبنى مستأجر فتم بناء المبنى خاص بالوكالة اللي تشوفون صورة قاعدين قدام الوكالاء وغير أو الضباط من سنة 1901 إلى 1902 على الشاطئ الشرقي للمنامة وقد خضع لأعمال التغيير والتوسعة سنة 55 واستبدل ببناء خرساني يرمز إلى كل من مكانة بريطانيا في البحرين والثروة النفطية المكتشفة حديثا أن صار المبنى حديث مو خوص وسعف وطين قديم وانتقال الوكالة من قولها مكالة محلية إلى وكالة سياسية انتقال تدريجي يعني من يناير ورايح في جون غاسكن وهو اللي بدأ بهذا الموضوع وأربعة طبعا جبع دي بريدو اللي منح لاحقا درجة الوكيل السياسي ومبعوث مدني رسمي من قبل الامبراطورية البريطانية يشوف حتى الوضع والتسمية اختلفت عن مساكين دي لك منشي وكاتب ومترجم ونص وكيل وربع وكيل يعني اللحظوا الموجودة عن الوكالة ونقول لكم شحيح المعلومات ومنها قدرنا نفصل عن كل واحد عندنا من اليسار مثل ما نقول عباس بن فضل ومكتوب أيضا أمامه أنه هو كاتب منشي وليس وكيل في ذاك الوقت لأنه كان تحت وكالة رحيم وعبد العزيز كارجي أو كارجي كاتب ثاني وغاغى محمد رحيم عبد النبي صفر من ثلاثة وتسعين إلى أفتسعمية اللي يجعوك بعباس بن فضل لأنه كان منشي رقم واحد يعني منشي الأول فرقم واحد هو اللي مسك رأسا في النيابة وبعدين يوسف بن أحمد كانو اللي تشوف نا آخر الصورة هو كان الكاتب الثالث هذا الصورة الوحيدة وهذا يعني رحم الله الله هو آغا محمد رحيم سوى الصورة وجابهم ولبسهم ويتصوروا عشان توصلنا ونقدر على الأقل نشوف يعني من هو أجداد هؤلاء أو من هو أنساب هؤلاء ولهذا السبب رح نأخذ هذه الصورة الوكيل حاج عباس بن فضل من 1900 إلى 1901 طبعا في رسالة هاي الصورة اللي رأيتكم ياها في البداية وقلت لكم رح نتكلم عنها في النهاية هذه الصورة هاي شهادتها هاي الشهادة معطاها سنة 1906 الشهادة هاي بعنوان شنو خان صاحب تكريما لحاج عباس بن فضل وهذا رسالة وياها رسالة من باليوز البحريني عن المعتمد سموه باليوز أيضا مو بس باليوز الخليج هناك اللي هو تريفور كان عطاها للحاج عباس بن فضل ويقول له يعني بنعطيكم هذه إلى جنابكم بدرجة خان صاحب واللي يكون تعطيه لجنابكم مع كمال السرور شوفوا المترجمين لا فنسأل من جنابكم هاليوم السبت الآتي وقت الصبح الساعة عشر انكليزي مناسب يعني مطابق ساعة عربي وافق جنابكم إذا نعم يوافق فنستطيع أن نحن ندعي بعض الأعيان يشرفوننا في الحضور هذا ما لازم ومحروسين والمسائل هذه كلها 1913 منح 1906 لكن ما زال إلى 1913 يحتفلونه به وهذا يدل على أنه كان يعني الوثائق جدا مهمة في واحد شو يطلع التاريخ يدل على أنه ما زال حي حتى الواحد لما يقول متى توفى لازم يبحث بعد 1913 لأنه يقول تعال أكون أنتظرك في المعتمدية هذه الميدالية اللي في البوكس اللي راويتكم إياه هذه ميدالية خان صاحب طبعا هو لقب هندي تعرفون هذا خان صاحب كان يعطى لكل من يساعد الامبراطورية البريطانية يعني المقيمية الإنجليز هنا يوسف كان وحصلها كذا رحيم صفر معظم اللي اشتغلوا وياهم رجب وكذا كلهم حصلوها لأنه يعمل مع بريطانيا بجد وإخلاص وطبعا تكافئة طبعا بآلاف الجنيهات هذا مهم لأن اليوم اللي عندها مثل هذه الميدالية شوفوا يعني شنو وضعها الرسمي والكذا والتاريخي ويفاخر وعلقها مثل المحاربين القدامى يعلقون شديد ميدالياتهم والنياشين هنا فهذه بالنسبة العائلة مفخرة هذه خلفها لأن الاسم موجود مو بس حاجي عباس بن محمد طبعا ما أكملوا بن فضل فهذه الميدالية ما زالت موجودة باسم الحاج عباس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عذروني ما بغيت أطول أكثر لأن أشوف هذا